السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في فيديو اليوم الذي سنتعلم فيه مقارنة الأعداد الكسرية وترتيبها للصف الرابع الابتدائي فللمقارنة بين العددين الكسريين 4 صحيح و1 على 6 مع 2 صحيح و3 على 5 نقارن بين الأعداد الصحيحة أولاً ليكون الأكبر بينهما هو الذي عدده الصحيح أكبر أي نقارن بين الاثنان والأربعة هنا الأربعة أكبر إذن العدد الكسري 4 و3 أكبر من 2 و3 أخماس أما في حالة كانت الأعداد الصحيحة غير متساوية مثل المقارنة بين 4 صحيح و1 على 6 مع 4 صحيح و3 على 6 هنا الأعداد الصحيحة متساوية فإننا ننتقل إلى مقارنة الكسرين فنقارن الكسر 3 على 6 مع الكسر 1 على 6 نلاحظ هنا أن المقامات متساوية ولذلك نقارن البسطين ليكون الكسر الأكبر ذو البسط الأكبر ولأن 3 أكبر من 1 إذن العدد الكسري 4 و3 أسداس أكبر من 4 و6 ولكن في حالة كانت المقامات غير متساوية عليك تحويلهما إلى أعداد كسرية بمقامات متساوية ثم المقارنة ويوجد عدة طرق لفعل ذلك سنستخدم أهمها في الأمثلة التالية قارن بين العددين الكسريين 5 و1 على 4 مع 5 و3 على 8 بما أن الأعداد الصحيحة متساوية نقارن بين الكسرين 1 على 4 مع 3 على 8 علينا توحيد المقامات بإيجاد المقام المشترك نلاحظ هنا أن الثمانية من مضاعفات الأربعة لذلك نحول الكسر 1 على 4 إلى كسر مكافئ مقامه ثمانية وذلك بضرب البسط والمقام في 2 أما الكسر الثاني فيبقى كما هو لأنه جاهز بالمقام المشترك ثمانية لنحصل على الكسر المكافئ 2 على 8 الآن يمكننا بسهولة مقارنة الكسور لأنهما متساويان المقام ليكون الكسر الأكبر ذو البسط الأكبر ولأن 3 أكبر من 2 فإن العدد الكسري 5 و3 أثمان أكبر من العدد الكسري 5 وثمان ويوجد طريقة أخرى لإيجاد المقام المشترك تابع مع المثال التالي لتتعلمها قارن بين العددين الكسريين 2 و4 على 6 مع 2 و1 على 4 بما أن الأعداد الصحيحة متساوية نقارن بين الكسرين 4 على 6 مع 1 على 4 علينا توحيد المقامات بإيجاد المقام المشترك وذلك بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر للعددين في المقام هذه المرة نجد مضاعفات العدد 6 ومضاعفات العدد 4 أول 3 مضاعفات للعدد 6 الستة نفسها ثم نضيف لها 6 فنحصل على 12 ونضيف لها 6 فنحصل على 18 ثم نجد أول 3 مضاعفات للعدد 4 فنبدأ بأربعة ثم نضيف لها أربعة فنحصل على ثمانية ونضيف لها أربعة فنحصل على 12 نبحث عن أصغر مضاعف مشترك بين مضاعفات الستة والأربعة فنلاحظ أن الاثنى عشر هو أول مضاعف مشترك ظهر فيهما الاثنان معا إذن أصغر مضاعف مشترك هو الاثنى عشر الآن لنحول الكسرين إلى كسور مكافئة لها المقام اثنى عشر ولفعل ذلك نضرب بسط ومقام الكسر الأول في اثنان ونضرب بسط ومقام الكسر الثاني في ثلاثة لنحصل على الكسور المكافئة ثمانية على اثنى عشر وثلاثة على اثنى عشر الآن يمكننا بسهولة مقارنة الكسرين لأنهما متساويان المقام ليكون الكسر الأكبر ذو البسط الأكبر ولأن الثمانية أكبر من ثلاثة يكون العدد الكسري اثنان وثماني أجزاء من الاثنى عشر هو العدد الكسري الأكبر بقي أن نتعلم كيف نرتب الأعداد الكسرية وهي مهمة سهلة إذا أتقنت مقارنتها في البداية نتعلم من خلال مثال رتب الأعداد الكسرية 2 و3 و2 و3 و4 و1 و5 أسداس تصاعدياً الخطوة الأولى أقارن بين الأعداد الصحيحة في الأعداد الكسرية الواحد مع الاثنان مع الاثنان لنجد أن الواحد أصغرها إذن العدد الكسري 1 و5 على 6 أصغر الأعداد الكسرية هنا الخطوة الثانية أقارن الأعداد الكسرية المتبقية ولأن الأعداد الصحيحة فيها متساوية 2 نقارن بين الكسرين 2 على 3 مع 3 على 4 ولفعل ذلك علينا توحيد المقامات أولاً بأي طريقة تتقنها؟ هنا سأستخدم طريقة المضاعف المشترك الأصغر مضاعفات الثلاثة ومضاعفات الأربعة نبدأ بمضاعفات الثلاثة من الثلاثة نفسها ونجمع لها ثلاثة لنحصل على ستة ونجمع لها ثلاثة لنحصل على تسعة ونجمع لها ثلاثة لنحصل على اثنى عشر نضيف لها ثلاثة فنحصل على خمسة عشر نكتفي بهذا القدر الآن وإن لم نجد المضاعف المشترك نعود لنتابع نذهب إلى الأربعة ونجد مضاعفاتها هي كذلك فنبدأ بأربعة ثم نضيف لها أربعة فنحصل على ثمانية ونضيف لها أربعة فنحصل على اثنى عشر ونضيف لها أربعة فنحصل على ستة عشر نبحث عن أصغر مضاعف مشترك بين مضاعفات الثلاثة والأربعة إن وجد نلاحظ أن الاثنى عشر هو أول مضاعف مشترك ظهر فيهما معا إذن أصغر مضاعف مشترك هو الاثنى عشر الآن لنحول الكسرين إلى كسور مكافئة لها المقام اثنى عشر ولفعل ذلك نضرب بسط ومقام الكسر الأول في ثلاثة ونضرب بسط ومقام الكسر الثاني في أربعة لنحصل على الكسور المكافئة تسعة على اثنى عشر وثمانية على اثنى عشر الآن يمكننا بسهولة مقارنة الكسرين لأنهما متساويان المقام ليكون الكسر الأكبر ذو البسط الأكبر ولأن التسعة أكبر من ثمانية يكون العدد الكسري اثنان وثسع أجزاء من اثنى عشر هو العدد الكسري الأكبر إذن بالعودة إلى أعدادنا الكسرية التي بدأنا بها يكون العدد الكسري اثنان وثلاث أرباع أكبر من اثنان وثلثان الخطوة الثالثة والأخيرة نرتب الأعداد الكسرية ترتيباً تصاعدياً بدءاً من الأصغر وهو 1.5 أسداس يليه 2.3 وأخيراً 2.3 أربع ليكون بذلك العدد الكسري الأكبر هذا كان درسنا حول كيفية مقارنة الأعداد الكسرية وترتيبها نذكركم دائماً بضرورة الاستمرار في التدرب على هذه المهارات الحسابية المهمة ولا تترددوا في مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومن يحتاج إليه وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله